مرحبا بحضراتكم مرة تانية ومصر على موعد مع استحقاق انتخابي جديد انتخابات رئاسية هيخوض سباقها أربع مرشحين المرشح سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي فريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر جولة انتخابية في انتظار المصريين في كل المحافظات صوتك مهم قرارك وان انت تقول رأيك تشيء مهم جدا اختار الأصلح والأفضل لقيادة البلد في الفترة القادمة وده دور اكتجاه بلد صحيح هو حق دستوري جمانة لازم كلنا نمارس هذا الحق ان شاء الله مشهد انتخابي يكون معبر عن المصريين وعن إرادتهم وهم نازلين يضلوا بأصواتهم يوم واحد يعني ديسمبر بعد أيام قليلة يوم الجمعة اللي جاية هتبدأ الانتخابات بالخارج حوالي 14 مليون مصري بالخارج مدعوون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 قراءة وفية عن أهمية المشاركة السياسية في هذه الانتخابات خلونا نرحب بضفنا الكريم في الستوديو ست النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين منورنا في ستوديو صباح الخير صباح الخير على حضراتك وعلى كل طبعا المتابعيننا ومشاهديننا أيام قليلة ويبدأ السباق الانتخابي والبداية أو ضربة البداية هتكون من الخارج المصريين بالخارج يوم واحد ديسمبر بداية حابب أتكلم مع حضرتك أو تكلمنا عن أهمية هذا الاستحقاق وأهمية المشاركة السياسية للمصريين سواء بالداخل أو بالخارج طيب في البداية بس يعني خلينا بس نقول أنه الانتخابات الرئاسية هي هي أرفع استحقاق دستوري في العالم كله ومش في الدولة المصرية فقط لأنه إحنا بنختار رئيس للبلاد لمدة ست سنوات يعني هيكون لديه رؤية كاملة وشاملة في كافة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية تمتاز عن أي انتخابات مضت لأنه في الحقيقة هناك تعددية في عدد مرشحي الرئاسة المصرية وهناك أيضا تنوع في المرشحين يمكن الانتخابات الرئاسية الحالية لم تشهدها مصر من قبل يعني لم نشاهد ثلاث مرشحين بينتموا إلى أحزاب سياسية والرئيس السيسي طبعا وهو رجل يعني لديه من التاريخ ولديه من الإنجازات اللي تحققت خلال عشر سنوات اللي تخلينا بكل ثقة نحنا نقول يعني نستكمل ما تم بناءه خلال فترة اللي فات لدينا الدكتور عبد السند يماما وهو رئيسا لحزب الوفد وحزب الوفد طبعا حزب عريق وحزب له تاريخ كبير جدا في السياسة المصرية وكان له مواقف تاريخية ووطنية الدكتور فريد زهران وهو أيضا يمثل معارضة مصرية وحزب المصر الديمقراطي أيضا حزب قوي وله كوادر السياسية الدكتور حازم عمر وهو رجل سياسي وعضو مجلس الشيوخ ورئيس لنجن العلاقات الخارجية ورئيس حزب الشعب الجمهوري وهو حزب أيضا له كوادر وشعبيته وله أيضا عدد من النواف في البرلمان يتجاوز 57 نائم طبعا يعني أنه هتحدث عن رئيس السيسي فهو يعني رئيس السيسي وهو يعني رجل انحاز إلى أراضة المصريين في 30 يونيو في صورة مجيدة يعني يعني كادت أن تختطف الدولة المصرية على يد جماعة ظلمية أراضت أن تذهب بالدولة إلى يعني إلى الجحيم الرئيس انحاز إلى الشعب المصري ومن خلف قواتنا المسلحة البسيلة في صورة يعني أعادت الدولة المصرية إلى مكاناتها وهيبتها في العالم كله وتحقق من الإنجازات خلال عشر سنوات لو تكلمنا عنها يعني أكيد هنحتاج حلقات كبيرة جدا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يعني آخرها الموقف المصري الصلب من القضية الفلسطينية واللي يعني بيشهد التاريخ لرئيس السيسي أنه حفظ على الوطن وحفظ على مقدرات وحفظ على أمنه القومي في ظل تحديات يعني دولية كبيرة جدا وفي ظل ضغوط خارجية كبيرة جدا وفي ظل صمت دولي رهيب يعني 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 يكاد يشعرنا بأن العالم كله تحول إلى غابة أو أنه العالم كله تحول إلى يعني إلى دول تريد أن تعترف بالدماء وتعترف بسبك الدماء الموقف المصري الصلب يعني أعاد القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي وأعاد الفلسطينيين إلى حقوقهم في دولتهم وقضى على أحلام الكيان الصهيوني الغادر والغاشم في يعني تعقيق حلمه من النين إلى الفراط ونقل القضية الفلسطينية ونقل الفلسطينيين إلى من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء حين نتكلم عن المشاركة السياسية نحن أمام استحقاق دستوري وواجب وطني على كل مصري سواء في الداخل أو في الخارج لأنه المصريين في الخارج لا يقلوا في الأهمية عن المصريين في الداخل لأنه بالعكس يعني يمكن دايما المصري لما بيكون خارج وطنه وخارج دوليته وبيكون عنده يعني رغبة في المشاركة السياسية الأكبر لأنه يعني بيحس أنه ده بيساهم أيضا في استقرار الدولة وعدده كبير برضو 14 مليون وعدده 14 مليون مواطن يعني هو رقم كبير جدا في الخارج وأعتقد أنه المصريين في الخارج لديهم من الوعي ولديهم من الفكر وشايفين اللي بيحصل وشايفين اللي بيحصل فيه العالم كلهم قريبين يعني هم مابلين في دول مختلفة وشايفين الضغوط اللي بتمارس على الدولة المصرية عشان يعني ترجع بينا إلى الوراء وترجع بينا إلى الخلف إن شاء الله احنا يعني متفقلين جدا بأنه الاستحقاق الدستوري وانتخابات الرئاسية هتشهد مشاركة سياسية إن شاء الله هتكون الأوسع في تاريخ الدولة المصرية سيدة النائب وإحنا خلاص أيام قليلة بتفصلنا عن هذا الاستحقاق الرئاسي نحن نتكلم على دور مهم جدا بتلعبوا المؤسسات المعنية لتهيئة المناخ العام لإن كان تشجيع المواطنين على الانتخاب أو حتى فكرة كمان تهيئة المناخ لتسهيل عليهم خلينا نعرف من حضرك دور هذه المؤسسات المعنية إن كان فيه تهيئة المناخ للمواطنين بالنسبة للانتخابات أو حتى تسهيل الظروف المحيطة بين الانتخابات بداية طبعا الدولة المصرية اتخذت من الإجراءات واتخذت من الضوابط اللي بتجعل العمليات الانتخابية تسير بشكل يعني منتظم وبشكل أكثر شفافية وحيادية لدينا هيئة وطنية عليا للانتخابات بتشرف على الانتخابات المصرية لدينا قاضي على كل صندوق يعني مشهود لهم والقضاء المصريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة اللي حيده رسالة إنه كل صوت حيصل إلى المرشح اللي حضرتك حتنتخبه صوتك حيصل إليه بمنتهى النزاهة والشفافية ودي أكبر ضمانة للعمليات الانتخابية ويمكن يعني رئيس السيسي أيضا والدولة المصرية كتحريصة على أن تجعل الانتخابات في هذا التوقيت حرصا على أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية وده بيعطي رسالة بأن الانتخابات القادمة هي انتخابات حرة ونزيهة الضمانات الأخرى كمان عندنا يعني يمكن على الجانب الإعلامي يمكن الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية خدت موقف يعني محايد من جميع المرشحين على مسافة واحدة من الجميع وأعطت لكل مرشح الحق فيه مئة ساعة دعاية إعلامية سواء على مستوى القنوات أو على مستوى الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية وده بيعطي رسالة بأن مؤسسات الدولة كلها على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن الدولة المصرية كلها يعني بتسعى إلى أن تكون انتخابات المصرية القادمة انتخابات يعني مشهود لها أمام العالم كله بأن دولة بحجم مصر انتخابات طاليق بمصر انتخابات طاليق بدولة لها تاريخ وباع كبير جدا في السياسة وفي العالم كله تبعنا مبادرة أطلقت من جانب الهيئة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الشباب ورياضة فيما يتعلق بتقديم ندوات توعوية للشباب وحث الشباب على المشاركة السياسية ونحن نتكلم على قطاع مهم جدا شريحة مهم جدا بتتهم دائما بأنها يعني لديها عزوف عن الحياة السياسية أو تبتعد عن ممارسة حقها السياسي شايف أهمية مثل هذه الندوات التوعوية إيه وأهمية الشراكة اللي بتحصل ما بين الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وجهات أخرى في الدولة معنية بحث المواطنين ورفع وعيهم بالنسبة لمشاركة السياسية طبعا أسمى ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون والشراكة ما بينها وما بين وزارة الشباب والرياضة لعمل وعقد ندوات لشبابنا في مختلف المحافظات المصرية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية وخلينا أقول برضو أكد على أنه يعني ما تحقق خلال السنوات اللي فاتت في عهد الرئيس السيسي في ملف تمكين الشباب تحديدا يمكن لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية ورئيس السيسي هو الذي أعاد للشباب يعني ثقتهم في الدولة المصرية منذ أن تولى في عام 2014 وبدأ الرئيس السيسي في عملية تمكين واسع للشباب في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن الدولة المصرية في عام 2016 أطلقت مؤتمرات الشباب الوطنية واللي كان لها دور كبير جدا في التواصل المباشر ما بين الدولة والشباب كمان أطلقت البرنامج الرئاسي لتأهيل وتمكين الشباب كمان أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل أخيرا في 2018 تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين وهي أحد مقارجات مؤتمرات الشباب الوطنية يعني الشباب المصري أصبح موجود على رأس السلطة في مصر الشباب المصري موجود في كل في البرلمان موجود في الجهاز التنفيذي والجهاز الإداري للدولة موجود في كافة المناحي الموجودة أعتقد أن الشباب علينا أن نشارك بكسافة لأنه ده هيعزز أيضا من وجود الشباب خلال الفترة القادمة وتمكينهم أكثر تمكين في الفترة اللي جاية كمان المرأة المرأة شهدت عصرها الزهب فيه خلال عشر سنوات اللي فاتت ويمكن الدولة اتخذت من القوانين والتشريعات اللي مكنت المرأة تمكينا سياسيا واقتصاديا واكتماعيا يمكن لو نظرنا إلى المرأة نجد المرأة في البرلمان يعني زاد تمثيلها من 2012 ل2020 بشكل يعني كبير جدا يمكن المرأة في برلمان 2012 كانت نسبة مشاركة المرأة لا تتعدى 2% برلمان 2015 تجاوزت 14.7% برلمان 2020 تجاوزت 27.8% ودي طبعا نسبة لم تشهدها الدولة المصرية في تاريخها ويمكن الرئيس السيسي يعني اتخذ من القرارات والقوانين ويمكن تعديلات الدستورية الأخيرة اللي أعطت للمرأة الحق فيه أن تمثل داخل البرلمان بنسبة لا تقل عن 25% وده بالفعل أعاد للمرأة مكانها الطبيعي باعتبارها نصف المجتمع مكاسب كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية تحققت خلال الفترة اللي فاتت أعتقد أن المشاركة الوسعة في الانتخابات هي الضمانة الوحيدة لمزيد من الضمانات ومزيد من المكاسب على جميع المستويات بالمناسبة كمان هناك مكسب أيضا من هذه الانتخابات بجانب يعني من اللي هيكون رئيسة للجمهورية القادم الأحزاب السياسية عليها أن تستفيد من هذه التجربة لأنه بالفعل لم تكن عندنا تعددية وتنوع في مرشح الرئاسة من قبل وده فرصة تاريخية للأحزاب السياسية أنها تكون موجودة وتثبت للجميع بأن الأحزاب موجودة وبأن الأحزاب لها قواعد شعبية وبأن الأحزاب بالفعل إذا أتيحت لها الفرصة لكي تكون متواجدة أعتقد أنها تكون مؤثرة دوار الحزبية للشارع المصري كان هناك غياب تام للأحزاب في الشارع المصري سيادة النائب يعني من خلال حضرتك يا حضرك سيادة نائب عضو مجلس الشيوخ عند انسقية شباب الأحزاب والسياسيين ده بيخليك دايما فيه تفاعل مباشر مع الشباب على أرض الواقع شايف من خلال هذا الدور اللي حضرتك تلعبه مدى أو نسبة مشاركة الشباب في هذه الانتخابات وإيه الدوافع اللي ممكن تكون موجودة عند الشباب دلوقتي عشان يقدر يشارك في هذه الانتخابات وأنه يكون ليه رأي ويكون ليه دور مسمو وكما في الشارع احنا تحدثنا عن ملف تمكين الشباب تحدثنا عن المكاسب اللي تحققت للشباب خلال الفترة اللي فاتت عندنا استحقاق هام جدا هيعقب انتخابات الرئاسة هو انتخابات المجالس الشعبية المحلية وده اعتقد انه يعني المجالس الشعبية المحلية هي يعني طبقا للدستور والقانون 25% من تمثيل المجالس الشعبية القادمة من الشباب وده التزام دستوري لا يمكن الحيادة عنه بأي شك من الأشكال وده نسبة على الأقل يعني ممكن أن تزيد لكن لا يمكن أن تقل بأي شك من الأشكال مشاركة الشباب في الاستحقاق الحالي هو رسالة بأنه الشباب المصري يعني مدرك لحجم التحديات اللي بتمر بها الدولة المصرية مدرك للمكاسب اللي تحققت خلال الفترة اللي فاتت متمسك أيضا بالمزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة انتخابات المجالس المحلية ويمكن يعني خلال جلسات الحوار الوطني اللي كانت قبل انتخابات الرئاسية مباشرة وأنا شرفت بأنه كنت أعضو لجنة الإدارة المحلية داخل الحوار الوطني يعني قانون الإدارة المحلية تقريبا يعني أصبح جاهز أمام طاولة الرئيس القادم لكي يخرج إلى النور وبالتالي حيكون هناك فرصة كبيرة جدا لإجراء انتخابات محليات خلال الفترة القادمة أعتقد أنه ده يعني هو المكسب الكبير للشباب المصري لأن ده أكبر قاعدة شعبية هتكون موجودة داخل المجالس كمان للشباب دور كبير فيها وكمان في انتخابات البرلمانية ودي مهمة جدا لأنه إزا ما حرك قلت الانتخابات الرئاسية بتعكس حالة من التعددية السياسية ما بين الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب الجمهوري برامج سياسية مختلفة فده تمهيد الانتخابات البرلمانية مقبلة نبقى فيه حالة وعي لدى المواطن يعرف إيه الفروق ما بين البرامج السياسية والانتخابية أعتقد ده حيرفع يعني بشكل كبير مستوى الوعي بضرورة أن يكون فيه برامج انتخابية وحزبية وسياسية في الشارع أنا متفائل جدا بمشاركة الشباب خلال الانتخابات القادمة لأنه بالفعل هناك يعني هناك رغبة ملحة لدى الشباب في المشاركة لأنه كمان لو بصينا في الحملات الانتخابية للمرشحين الأربع هنجد أنه يعني التمثيل الأكبر داخل الحملات هو للشباب المتحدثين باسم الحملات الرسمية للأربع مرشحين بما فيهم السيد الرئيس عفتاح السيسي أيضا يعني حملة الرئيس السيسي على سبيل المثال أكثر من 75% من حوامها الأساسي من الشباب المصر باقي المرشحين التلات مرشحين أيضا حملاتهم كلها تقريبا في معظمها من الشباب المصر ده بيعكس الاهتمام الكبير جدا بالشباب الانتخابات المجالس النيابية بغرفتها سواء المجلس النواب أو المجلس الشيوك أيضا احنا أمامنا سنة ونص تقريبا على انتخابات البرلمانية القادمة ودي مدة غير مش كبيرة على الإصلاق أعتقد أن احنا بعد انتخابات الرئيسة يبقى لدينا ملف انتخابات المحليات يبقى لدينا ملف انتخابات البرلمانية بغرفتها النواب والشيوك يعني ده فرص كبيرة جدا للشباب لأنه يثبت أنه يعني يستحق أن يكون رقم صعب في معادلة سياسية للدولة المصرية يثبت أيضا أن دهي وعي ومدرك للتحديات اللي بتمر بالدولة يثبت أيضا بأنه قادر على قيادة زمام الأمور خلال الفترة القادمة لأنه يعني بالفعل الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي مش مجرد شعارات لا الشباب المصري موجود في كل جهاز إداري للدولة موجود نجد محافظين من الشباب نجد وزراء من الشباب نجد معاونين للوزراء من الشباب نجد مساعدين للوزراء من الشباب نجد نواب في البرلمان بغرفته بعدد كبير جدا من الشباب ودي حاجات لم تتحقق من قبل في تاريخ الدولة دي مكاسب إحنا حريصين كشباب على التمسك بها التنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين بتقوم بدور كبير جدا فيه هذا الملف وخصوصا أن التنسيقية بتعتبر من أهم ومن أكبر الكائنات الشبابية أعتقد أنه التنسيقية خلال الفترة الحالية بتقوم باعتبارها بتمثل كل الكائنات السياسية وكل الكائنات اللي موجودة وبتمثل أكثر من 26 حزب سياسي بالإضافة إلى شباب السياسيين بنقوم بدورنا في توعية الشباب المصري بنقوم بدورنا من خلال عقد ندوات داخل الجامعات المصرية عقد ندوات داخل الأحزاب السياسية عقد ندوات في كل النقابات المهنية وخلافه للتوعية بأهمية المشاركة وده الدور الهام والكبير للتنسيقية خلال الفترة الحالية ندواتي سياسيات النقاب الحقيقة من الشباب المصري عفواً تم التوعيته وتأهيله حتى في الفترة اللي فاتب بشكل كبير جداً ويمكن ده اللي تبعناه من خلال مشاركة الشباب والتطوع اللي بيكون موجود فيه مختلف حتى الأحداث أو مختلف الفعاليات اللي بتكون موجودة في مصر سلاحة طبعاً منشكر حضرات جزيل الشكر نائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نورتنا في صبار خيريونس شكراً فاند شكراً فاند مشرفتنا ونورتنا